اشتركوا في القناة ليس فيها ستناء فتكون ركنا في حق الإمام والمأموم والمنفرد وفي الصلاة السرية والجهرية هذا هو الصحيح في هذه المسألة وهو مثب الشافي رحمه الله ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فحديث مرسل ضعيف وقد يقول قائل الجهرية لا تجب فيها القراءة على المأموم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وكما أن الإمام يتحمل عن المأموم السطرة التي توضع بين يديه فكذلك يتحمل عنه القراءة إذا كانت الصلاة جهرية فالجواب أن هذا قول جيد لو لا حريث عبادة الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الفجر فلما انفتل من صلاة قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فإن هذا نص في أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وإن كانت الصلاة الجهرية فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فاشرع في قراءة الفاتحة واستمر فيها حتى تكملها ولو شرع الإمام في قراءة في أثناء قراءة فلا حرق شكرا